في محافظة النجف في قضاء الكوفة تحديداً حصلت استثمارات للمتنفذين والأحزاب طالت حتى الأماكن الأثرية قطعة أرض مساحتها عشرة دونامات مهددة بأن تتحول إلى مجمعات سكنية من قبل مستثمر بعد التنقيب واستخراج الآثار منها فلنشاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن الآن من محافظة النجف قضاء الكوفة بس أوضح للأخوش قدل هذا الموقع مهم جداً هذا مسجد السهلة وهذا مسجد الكوفة ومقام سيدي وضاريح مولاي سيدي مسيمنا عقيل عليه السلام هذه الأرض أكثر مساحتها من حشرة دونامات هذه منطقة آثار وشوفوا قاعد ينقبون بها الآثار من محافظة النجف من بغداد أحد المستثمرين وضع اليد بالقوة عليها يريدها منطقة سكنية أو مجمعات سكنية بيحام مبالغ عالية طبعاً كل الكتب مدينة مسجد الكوفة الأمانة من المسجد الكوفة مقدمة كتب الرئيس مجلس المحافظة الرئيس للمحافظة النجف إلى مجلس استشاري الكوفة كلهم موقعين بأنه هاي تصبح مدينة الزائرين هاي بالعوض وراق الرسمية كلهم وافق المسؤولين في محافظة النجف أن تصبح مدينة الزائرين إلى مسجد الكوفة هاي العشرة دولار المسؤول المقاول أو المستثمر بمطي مبالغ عالية وجايبة إحل الآثار حتى ينقبون الآثار يشيلون الآثار ويسويها مدينة خوش مدينة إلا ويبيعها بيوت ومناطق سكنية يا هاي الأولى إلى مسجد الكوفة وكل المسؤولين كل المسؤولين بأن موافقات بأنه هاي مدينة الزائرين له شخص مستثمر بفلوسها يأخذها ترجمة نانسي قنقر